اكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي ان مصالحه الوزارية تعكف على تحضير دفتر شروط خاص بمشروع تحديث وعصرنة ملعب خمسة جويليا الاولمبي كما اضاف الوزير بالعريبي ان الملعب سيستفيد من تغطية كاملة لمدرجاته وزيادة قدرته الاستعابية الى ستون الف متفرج وفيما يخص مشاريع الملاعب الاخرى التي هي قيد الانجاز اوضح بالعريبي ان ملعب براقي انتهت به الاشغال في خمسة جويلية الماضي وتم اجتياز كل التجارب التقنية بنجاح وهو جاهز لاستضافة كل المنافسات الوطنية والدولية اما بخصوص ملعب تيزي اوزو والدوير فقد عرفت الاشغال بهما تقدما ملحوظا حيث وصلت في الاول الى تسعة وثمانون بالمائة اما الثاني فقاربت الخمسة وستون بالمائة